اشتركوا في القناة تحدثنا عن التسليم في الصلاة وقلنا انه فرض وركن من اركان الصلاة لا تصح الا به ولا يقوم غيره مقامة وان الافضل للمأموم ان لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الامام من التسليم الثانية وان سلم المأموم الاولى بعد اولى الامام والثانية بعد ثانية الامام جاز لكنه تارك للافضل اما لو سلم قبل شروع الامام في السلام فان كان عامدا بطلت صلاته وان كان سهوى لم تبطل لكن يلزمه ان يرجع الى الصلاة ويسلم بعد تسليم امامه اذا سلم بالخطأ قبل الامام يرجع واذا قارن الامام في السلام فسلم معه فيكره ذلك ولا تبطل صلاته ويستحب للمسبوك ان لا يقوم ليأتي من باقي عليه الا بعد فراغ الامام من التسليمتين خصوصا ان بعض العلماء يرى ان الثاني ركن مثل الاولى وانه لا يجوز له ان يقوم حتى ينتهي الامام من تسليمتيه والسنة في حق المأموم ان لا يتأخر عن الامام في التسليم ولو لاجل الدعاء لكن اذا ما كان اتم التشاهد التحيات او الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يسلم حتى يتمها وذكرنا ان افعال الصلاة انقسم الى ثلاثة اقسام اركان وواجبات وسنن وتظهر فائدة هذا التقسيم في الترك فمن ترك ركنا من اركان الصلاة فانه لا يسقط عمدا ولا سهوا بل لا بد من الاتيان به واما الواجب فلو تركه عمدا بطلت صلاة واذا تركه سهوا وانسيانا جبره بسجود السهو واما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا وقد قسم المصنف الاركان اركان الصلاة الى اركان قولية واركان فعلية فالاركان القولية التي ذكر المصنف اربعة تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة على غير المأموم والتشاهد الاخير والسلام وذكر بعضهم ان الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الاخير من الاركان القولية وهذا ماذا بالشافع احمد وسبق ان ذكرنا ان القول بوجوبها اقرب الى الصواب وقد رجحه الامام بالقدام رحمه الله وغيره طيب هذه الاركان القولية فماذا بقي قال المصنف رحمه الله وباقي افعالها اركان فعلية اي ان الافعال الاساسية التي تتكون منها الصلاة هي اركان فيها فما هي هذه الافعال يعني اركان قولية عرفناها الاركان الفعلية القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشاهد الاخير فهذه ستة اركان فعلية طيب فعندنا الاربع القولية والستة الفعلية صار مجموع اركان الصلاة عشرة طيب الاركان الفعلية ما هي اولها القيام وهو ركن في الصلاة المفروضة بالاجماع ويدل على ذلك حديث عمران من حسين في البخاري كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب طيب الركن الثاني من الاركان الفعلية الركوع ودليل ركنيتي قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين وقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا ودلت السنة على ثبوته ولزومه وقال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا الركن الثالث الاعتدال من الركوع لا تصح الصلاة إلا به يدل على ذلك حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده حديثان صحيحا ورابعها السجود في الصلاة ودليل ركنيته قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا يركعوا واسجدوا وأمر عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته فقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا الركن الخامس الجلس بين السجلتين وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به لقول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا متفق عليه هذا الخامس فما هو السادس السادس الجلوس للتشاهد الأخير والتشاهد الأخير ركن فالجلوس له ركن أيضا طيب ماذا يستثنى من أفعال الصلاة؟ الجلوس للتشاهد الأول فليس بركد بل هو واجب من واجبات الصلاة ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى إلا التشاهد الأول فإنه من واجبات الصلاة طيب ننتقل إذن إلى واجبات الصلاة واجبات الصلاة ثمانية كلها قولية إلا واحد وهو التشاهد الأول الجلوس للتشاهد الأول ما مر معنا أما لفظ التشاهد الأول فهو واجب قولي والجلوس له واجب فعلي طيب التشاهد الأول واحد الجلوس له اثنان تكبيرات الانتقال ثلاثة التسبيح في الركوع أربعة التسميع والتحميد في الرفع من الركوع خمسة التسبيح في السجود ستة قول ربي اغفر لي بين السجدين سبعة مع الجلوس كما قلنا الجلوس التحيات لفظا والجلوس لها فعلا اثنان فالمجموع ثمانية هذه عند الحنابلة ثمانية من ترك منها شيئا متعمدا بطلت صلاته ومن ترك شيئا منها نسيانا سجد للسهو أما جمهور العلماء يعني غير الحنابلة لا يعتبرون كل هذه الأمور من سنن الصلاة فلا شيئا على من تركه عامدا أو ساهيا والمصنف رحمه الله قال إلا التشاهد الأول فإنه من واجبات الصلاة طيب الواجب الأول والثاني التشاهد الأول والجلوس له ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به ولما تركه ناسيا سجد للسهو قالوا هذا الدليل على وجوبه أنه لما تركه ناسيا ثبت يعني أنه ترك التشاهد الأول ناسيا وقام للثالثة فسجد للسهو فقالوا سجود دليل وجوبه فإذا نحن قلنا عند الحنابلة واحد واثنين التشاهد الأول والجلوس له التشاهد الأول يعني اللفظ تحيات لله والجلوس له هذا اثنين طيب ما هو الثالث قال المصنف رحمه الله والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام فمن واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال وهي التي تكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في حالة الرفع من الركوع وعلى هذا يكون في كل ركعة كم تكبيرة خلوا تكبيرة الإحرام في كل ركعة كم تكبيرة إذا حسبنا عندنا تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة وتكبيرة القيام إلى الركعة في بداية الركعة ثم عندنا الله أكبر للركوع والله أكبر للسجود لأن الرفع للركوع ما هو تكبير الرفع من الركوع سمع الله لمن حميده طيب إذن التكبير للركوع واحد التكبير للسجود اثنين التكبير للرفع من السجود ثلاثة التكبير للسجود الثاني أربعة والرفع منه خمسة ففي كل ركعة خمس تكبيرات طيب دليلهم على وجوبها من أوجبها قالوا حديث صلوا كما رأيتمني أصلي وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يكبرهن كان يكبرهن وأنه ما تركت التكبير هذا وأيضا قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا رابب الخارج ومسلم طيب الآن قلنا في واجبات الصلاة التشهد الأول التحيات والجلوس له إثنان وتكبيرات الانتقال ثلاثة طيب ما هو الرابع قال المصنف رحمه الله وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره قالوا للوجوب وهذا حديث عقو بن عامل قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم طيب ما هو الواجب أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم وما زاد سنة طبعا ثلاثة هذا أدنى الكمال لكن حزروا في صلاة عمر بن عبد العزيز عشر تسبيحات وشاهد أنس بن مالك لعمر بن عبد العزيز أنه أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال واحد ممكن تعطينا تقديرا لطول ركوع النبي عليه الصلاة والسلام وطول سجود النبي صلى الله عليه وسلم نقول عمر بن عبد العزيز لما صلى وحزروا له خمنوا يعني أن طول الركوع تبعه طول السجود عشر تسبيحات شاهد أنس بن مالك له أنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فطولها إذن عشر تسبيحات طب ما هو الواجب أن يقولها مرة والزيادة سنة حسنا هذه أربع واجبات ما هو الواجب الخامس قال المصنف رحمه الله وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود إذن الواجب من التسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وما زاد على ذلك فهو مستحب ويدل على وجوب التسبيح في السجود حديث عقب العامر السابق وفيه فلما نزلت سبع اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فإذا لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها هذا أمر في ركوعكم لما نزلت سبع اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم هذا أمر طيب سادسا قال المصنف رحمه الله ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون إذن رب اغفر لي مرة واحدة عند الحناب لا واجب والزيادة مستحبة ما هي الزيادة مثلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني لأن هذه ورد في روايات الحديث رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني كم أمرا أو كم طلبا في هذا الدعاء اغفر لي واحد ارحمني اثنين اهدني ثلاثة ارزقني أربعة اجبرني خمسة عافني ستة وفيه أشياء للدنيا والآخرة يعني اغفر لي للآخرة مثلا وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فيها في الدنيا والآخرة ايضا طبعا الجمهور قالوا هذا كله مستحب واختاره بعض الحنابلة وقال الحافظ برجب رحمه الله وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند اكثر اصحاب احمد حكم التسبيح في الركوع والسجود وانه واجب تبطل الصلاة بتركي عمدا ويسجد لسهوه قال وروي عن احمد انه ليس في واجب اصلا يعني وقال حرب مذهب احمد انه ان قال جاز وان لم يقل جاز والامر عنده واسع وكذا ذكر ابو بكر الخلال ان هذا مذهب احمد وهذا قول جمهور العلماء ان رب اغفر لي عندهم في الجلوس بين السجدتين مستحب لكن المسلم عليه ان لا يفرط في ذلك لان بعض العلماء قال بوجوبه والنبي عليه الصلاة والسلام فعله وواضب عليه فعله وواضب عليه طيب ماذا بقي لنا في الواجبات عند هؤلاء العلماء الذين قالوا بان ثمانية بقي اثنان قال المصنف رحمه الله وقول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل طيب الدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام واضب عليه ولم يدع قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع ثانيا انه شعار الانتقال من الركوع الى القيام ثالثا قول عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد رواه البخاري ومسلم طيب الان الواجب هذا ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او ولك الحمد في زيادات مثل ملأ السماوات وملأ الارض وملأ ما شئتم شيء بعد الى اخره هذه زيادات مستحبة طيب قال المصنف رحمه الله للكل يعني قول ربنا لك الحمد من واجبات الصلاة للامام والمأموم والمنفرد اما قول سمع الله لمن حمده فهي واجب على الامام والمنفرد فقط اما المأموم فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنافلة ان المأموم يقول فقط سمع الله لمن حمده يعني لو سأل سائل قال اذا قال الامام مرة اخرى المأموم يقول ربنا ولك الحمد وليقول سمع الله من الحمد عند الامة الثلاثة ماذا بالامة الثلاثة فلو قال قائل لما يقول الامام سمع الله لمن حمده لما يرفع الإمام من الركوع يقول سمع الله من حميدة ماذا يقول المأموم قالوا يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حميدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال الإمام وإذا قال سمع الله لمن حميدة فقولوا ربنا لك الحمد فهذا الواجب على المأموم ولا يجب عليه بل ولا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمد هذا يقولها من الإمام المنفرد أما المأموم يقول سمع الله لمن حمد فقط طيب الآن ذكر المصنف رحمه الله الواجبات الثمانية ما هو حكمها عنده قال رحمه الله تعالى فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو فمن ترك شيئا من الواجبات كأن نسي التسبيح في الركوع أو السجود فإنه يسد السهو في آخر الصلاة أما إذا ترك شيئا من ذلك عمدا يعني ركع وما قال سبحانه ربي العظيم عمدا وسجد وما قال سبحانه ربي العلا عمدا فمن قال بأنها واجبة يقول أن صلاته تبطل وإذا ترك نسيانا يسد السهو طيب سؤال إذا قال في الركوع سبحانه ربي الأعلى وقال في السجود سبحانه ربي العظيم ورفع ما هو الحكم يعني عكس عكس الجواب هذا كمن تركه تركه خطأ يسد السهو من قال سبحانه ربي العظيم في السجود وسبحانه ربي الأعلى في الركوع عكس خطأ بعد ما رفع يعني جلس للتشهد مثلا انتبه أنه عكس يسد السهو طيب أراد المصنف بعد ذلك رحمه الله أن يفرق في الحكم بين الأركان والواجبات فقال رحمه الله والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا فمن ترك شيئا من الأركان فلا تصح صلاته لا بد أن يأتي به لكن إذا تركه عمدا يأثم وتبطل صلاته وإذا تركه سهوا لا بد أن يعود إليه ويأتي به ولا يأثم ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطانا فمن صلى ركعة ولم يسجد السجد الثانية فيها أو ركع وسجد مباشرة لم يعتدل للقيام ما حكم صلاته لا تصح فإذا كان فعل ذلك عمدا مثل بعض الطلاب المستهزئين في الصلاة أحيانا في المدارس يفعلون أشياء من هذا والعياذ بالله هذا إذا فعله تبطل صلاته مع الإثم هذا متلاعب بفريضة الله ولا تتخذ آيات الله هزوة وإذا تركها سهوا يرجع ويأتي بالركن المتروك وما بعده يرجع ويأتي بالركن المتروك وما بعده ويسجد للسهو يعني واحد نسي السجد الثانية في الركعة وقام إلى الركعة التي بعدها وانتبه ماذا يفعل ينزل ويأتي بالسجد الثانية ثم يقوم إلى الركعة ويسجد السهو بعد ذلك وكذلك الحال بالنسبة إلى الناس والجاهل فمن صلى وترك الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين وكان ناسيا أو جاهلا أن هذا ركن ولم يتدارك ذلك فصلاته باطلة بذليل حديث المسيء صلاته فإنه لما ترك ركن لإطمئنان لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي وقال القاضي عياض فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ طيب المصنف رحمه الله بعد ذلك سينتقل إلى السنن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا ونسأله عز وجل أن يجعل مثوانا جنات النعيم وأن ينجينا من عذاب الجحيم إنه غفور كريم أيها الإخوة والأخوات استودعكم الله